السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وبرحمة بكم أحبة الطلبة في إكمال ما بدأناه من درس القراءة في حل المعجم والاستيعاب لدرس أنقذ الأرض قم عزيزي الطالب الآن معي بفتح كتابك على صفحة 97 لنبدأ بحل هذه التدريبات أولاً السؤال الأول سنقوم بقراءته أضف إلى معجمك اللغوي نهج طريقة طريقة تحصى تعد الأوزون غاز ذو لون أزرق يحيط بالغلاف الجوي للكرة الأرضية وكما قلنا عزيزي الطالب هذا الغاز يحمي الأرض من الأشعاء الكونية الضارة تنقرض تفنى سلالتها أو جنسها الأدغال عبارة عن أراضة واسعة أشجارها كثيرة وملتفة الآن لننتقل إلى السؤال الثاني السؤال الثاني عزيزي الطالب أذكر ضد كلمة في كل مما يأتي كلمة الظهور ضدها الاختفاء الضارة ضدها النافعة إصلاح ضدها إفساد الفقر وضدها الغنى الحرب وضدها السلام وتموت وضدها أرجو منك عزيزي الطالب أن تصحح إجابتك لننتقل الآن إلى السؤال الثالث أنظر عزيزي الطالب إلى العمودين الذين أمامك نريد أن نصل كل كلمة مفردة في العمود الأول بما ينسبها من الجمع في العمود الثاني العمود الأول حل مشكلة حيوان قول مخلوق وثق المجموعة الثانية الحلول حل مفرد وجمعها حلول مشكلة مفرد وجمعها مشكلات حيوان مفرد وجمعها حيوانات قول مفرد وجمعها أقوال مخلوق مفرد وجمعها مخلوقات وثقب مفرد وجمعها ثقوب والآن عزيزي الطالب لننتقل لحل أسئلة الفهم والاستيعاب السؤال الأول لماذا حضرت الطفلة سافر إلى مؤتمر منظمة البيئة والطفل؟ حضرت الطفلة سافر إلى مؤتمر منظمة البيئة والطفل لتخبر المسؤولين أن عليهم تغيير نهجهم أن عليهم تغيير نهجهم لحماية الكوتب مما كانت الطفلة تخاف عندما تظهر تحت أشعة الشمس وعندما تتنفس الهواء كانت تخاف الطفلة عندما تظهر تحت أشعة الشمس وتخاف أن تتنفس الهواء كانت تخاف أن تظهر كانت تخاف أن تظهر تحت أشعة الشمس بسبب الثقوب الموجودة في طبقة الأوزون إذن كانت تخاف الظهور تحت أشعة الشمس بسبب الثقوب الموجودة في طبقة الأوزون وكانت تخاف أن تتنفس الهواء لأنها تعلم أن فيه مواد كيميائية ضارة وكانت تخاف أن تتنفس الهواء لأن فيه مواد كيميائية ضارة أيضا السؤال الثالث ما الخطر الذي تتعرض له الحيوانات والنباتات الخطر الذي تتعرض له الحيوانات والنباتات هو خطر الإنقراض هو خطر الإنقراض وهو الإختفاء بلا عودة السؤال الرابع ما الحل المناسب الذي تراه الطفلة نافعا لكوكبنا الحل الذي تراه الطفلة مناسبا أنها تقول إذا أنفقت كل هذه الأموال التي تنفق على الحروب لإيجاد حلول لمشكلات البيئة وأسباب الفقر والمجاعة والأطفال المشردين حول العالم صارت هذه الأرض مكانا رائعا لبني الإنسان إذن هي تطلب من المسؤولين أن جزء من هذه الأموال التي تنفق على الحروب أن تنفق لإيجاد حلول لمشكلات البيئة وأسباب الفقر والمجاعة والأطفال المشردين فإذا وجدت هذه الحلول أصبحت الأرض مكاناً رائعاً للإنسان السؤال الخائس توجد مشكلات أخرى تصيب الإنسان لم تذكر في النص أذكر بعضها عزيز الطالب أنا أترك لك الإجابة والإبداع في التخيب والتفكير ولكن أذكر لك بعض من هذه المشكلات من هذه المشكلات عدم كفاية فرص العمل والتعليم لأن الكثير من الأطفال يطلبون التعليم ولا يجدونه وخاصة في المناطق النائية والقرى البعيدة عن المدن وأيضاً قلت الموارد الطبيعية بسبب زيادة النمو السكاني والانفجار السكاني فكلما زاد الطلب على هذه الموارد قلت هذه الموارد وأصبح هناك ضغط كبير عليها فهذه من المشكلات الكبيرة أيضاً قلت الموارد المائية قلت الموارد الغذائية هذه كلها عزيز الطالب من المشكلات التي أيضاً لم تذكر في النص أذكر وأقترح حلولاً أخرى غير ما ذكر لإنقاذ كوكبنا ذكرت عزيز الطالب الطفلة سيفراً من الحلول أن جزءاً من هذه الأموال تنفق على حفاظ على الحيوانات وعلى الإنسان وعلى الأطفال حتى يكون هذا الكوكب كوكباً جميل حتى يصبح هذا الكوكب كوكباً جميلاً ولكن ما هي الحلول التي تقترح أنت عزيز الطالب لإنقاذ كوكبنا؟ أترك لك الإجابة ولكن أنا كتبت لك من الحلول لإنقاذ كوكبنا الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة الطاقة النظيفة عزيز الطالب هي كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المياه هذه الطاقة موجودة في وطننا وفي كوكبنا بشكل كبير جداً فإذا اعتمدنا عليها لإنتاج الطاقة أصبح كوكبنا كوكباً نظيفاً من التلوث نستطيع أن نقلل من التلوث بإبعاد المصانع عن المدن الرئيسة في الوطن أيضاً عدم إلقاء النفايات في مياه الأنهار ومياه البحار الإبتعاد عن قطع الأشجار أيضاً عدم ترك النار مشتعلة حتى لا تؤذي الكثير من الأشجار الأخرى إذن هذه بعض الحلول عزيز الطالب لإنقاذ كوكبنا من الخطر أرجو منك عزيز الطالب أيضاً أن تكون جزءاً من الحلول في هذا الكوكب وهي أن تحافظ على كوكبنا من التلوث ومن طبعاً التدمير لأنك أنت جزء من هذا الكون أشكر لك عزيز الطالب حسن متابعتك وإلى لقاء آخر يجمعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته